مساء الخير الهرمل تقوم من الموت لتعالج طرقات أصبحت مسلكاً يبدو أنه شبه آمن للانتحاريين وعلى هذا المسلك اجتمعت عشائر الهرمل وصوبت تصريحها نحو عرسال محملة إياها العواقب إذا تبين أن لها أي صلة بالتفجير لكن الخطوط المفتوحة أبعد من عرسال فقط وهي تمتد على طول الجرود والمساحات الفاصلة بين سوريا ولبنان سواء بقاعاً أو شمالاً وعبرها بات الجهاد اللبناني يلاقي الجهاد متعدد الجنسيات في الداخل السوري إذ أفيد عن سقوط عدد من القتل اللبنانيين في أثناء محاولة تسللهم إلى ريف القصير وقتال البعض الآخر في قرية الزارة في ريف حمص فكيف سيعود هؤلاء إلى لبنان؟ وماذا لو دفنوا على أرض المعركة في سوريا؟ وهل تكافأة القوى فأصبح للبنانيين دروع عسكرية في سوريا على اختلاف ثامنهم ورابع عشرهم؟ هو الأمر كذلك وحزب الله الذي يقاتل بتصريح علني توازيه مجموعات لبنانية تحارب خلصة فتقضي نحبها هناك والقلة منها تعود جثثاً أو تقرر تنفيذ عمليات انتحارية وهي حال عدد من الدول العربية والغربية مع حالة الإرهاب والتي تجهد عواصمها لسد طريق العودة إليها فماذا لو عاد ألف أردني أحياء إلى بلادهم بعد قتالهم في سوريا؟ فوفقاً للتقارير الرسمية في عمان فإن هناك قيادات أردنية باتت منضوية تحت ألوية جبهة النصرة وداعش ومعهم ستجد الأردن نفسها مضطرة إلى التعامل مع الجيل الثاني من الإرهاب بعد تجارب سابقة وما عرف بمرحلة الأفغان العرب حجم الإرهاب وخطره لبنانياً دفع بالآليات الحكومية إلى التحرك حيث اجتمع الرئيس المكلف تمام سلام بوزير الطاقة جبران باسيل والوزير علي حسن خليل وسط معلومات عن اتجاه لاستعمال المداورة المخففة والتي قد تبقي وزير الطاقة على كامل طاقته